احتفاء بالكتاب السوري الذي يحتل مكانا مرموقا في المكتبة العربية افتتح معرض الكتاب في مدينة السلمية وذلك بهدف تفعيل دور القراءة والتأكيد على أهميتها ودورها تظاهرة معرض شهر الكتاب هي تقليد سنوي واحتفالية سنوية تقيمها وزارة الثقافة لتأمين الكتاب للمتلقي والقارئ في مختلف محافظات القطر طبعا هذه الاحتفالية تقام برعاية وزارة الثقافة وتحرص الوزارة على تأمين العنوين وأحدث الإصدارات من الهيئة العامة السورية الكتاب بأسعار منافسة وبأسعار حقيقة هي تلبي حاجة المتلقي وتساعده على الاقتناء إن كان لجهة إمكانية الشراء أو لجهة العنوين والأفكار الواردة تم افتتاح معرض الكتاب السوري في مركز الثقافة العربي في سلمية تضمن عنوين متنوعة منها السياسية ومنها القانونية ومنها التاريخية ومنها الخيال العلمي كما كان الأطفال نصيب في هذا المعرض ببعض القصص والمجلات المعرض تنوعت فيه مجالات الكتب بين الثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية كما كانت الأسعار مناسبة ومتوافقة مع جميع شرائح المجتمع محيد دين فهد للإخبارية السورية محافظة همان